إذا علمتم أن الدالة Y لـ X تساوي اللغريتم الطبيعي لـ X ناقص 3 أوقفوا الفيديو وحاولوا تحديد قيم X التي تحقق هذه المعادلة أو ما هو مجال هذه الدالة ثم حاولوا تمثيل الدالة بيانيا ومعرفة إن كان هناك أي خطوط مقاربة رأسية لهذه الدالة أم لا حاولوا أولا تحديد قيم X التي تكون عندها قيمة الدالة معرفة تذكروا أن قيمة هذه الدالة معرفة فقط عند حساب اللغريتم الطبيعي لقيمة موجبة هذا يعني أن قيمة X ناقص 3 يجب أن تكون موجبة أو أن X ناقص 3 يجب أن يكون أكبر من صفر وليس أكبر من أو يساوي صفر أضيفوا ثلاثة إلى طرفي المتباينة X أكبر من ثلاثة هذا يعني أن قيمة الدالة معرفة إذا X أكبر من ثلاثة أي أن مجال الدالة هو جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من ثلاثة حاولوا الآن رسم اللغريتم الطبيعي لـ X ناقص 3 بيانياً أولاً حددوا نقطة تقاطع منحنة الدالة مع المحور الأفقي أي النقطة التي تكون عندها قيمة الدالة تساوي صفر أي متى يكون اللغريتم الطبيعي لـ X ناقص 3 يساوي صفر الطريقة الأولى لمعرفة الإجابة هي اعتبار طرفي المعادلة أسس ورفع الأساس E لهذه الأسس أي E أس اللغريتم الطبيعي لـ X ناقص 3 يساوي E أس صفر الطرف الأيسر يساوي X ناقص 3 والطرف الأيمن يساوي 1 لأن E أس صفر يساوي 1 إذن اللغريتم الطبيعي لـ 1 يساوي صفر أضيف ثلاثة إلى طرفي المعادلة X يساوي 4 هذا يعني أن النقطة 4.0 هي نقطة تقاطع منحنة الدالة مع المحور الأفقي حتدوا النقطة 4.0 على الرسم البياني X يساوي 4 و Y يساوي صفر بما أن قيمة الدالة معرفة إذا X أكبر من 3 ارسموا خطا متقطعا عند X يساوي 3 وكما تعلمون الدالة Y لـ X غير معرفة إذا كان X يساوي 3 أو أصغر من 3 حاولوا الآن معرفة ماذا يحدث لمنحنة الدالة كلما اقتربت قيمة X من العدد 3 من الجهة اليمنى ارسموا جدولا لقيم X و Y تعلمون أنه إذا كان X يساوي 4 Y يساوي صفر افترضوا أن X يساوي 3.1 3.01 3.001 استخدموا الآلة الحاسبة لحساب قيم Y إذا كان X يساوي 3.1 Y يساوي اللغارتم الطبيعي لـ 3.1 ناقص 3 ويساوي سالب 2.3 قربوا الناتج إلى أقرب منزلة عشرية إذن Y يساوي سالب 2.3 وإذا كان X يساوي 3.1 اللغارتم الطبيعي لـ 3.01 ناقص 3 يساوي سالب 4.6 إذن Y يساوي سالب 4.6 واللغارتم الطبيعي لـ 3.001 ناقص 3 يساوي سالب 6.9 إذن Y يساوي سالب 6.9 وإذا كان X يساوي 3.000001 Y يساوي اللغارتم الطبيعي لـ 3.000001 ناقص 3 ويساوي سالب 13.8 لاحظوا أنه كلما اقتربت قيمة X من العدد 3 ازدادت قيم Y السالبة حددوا هذه النقاط على الرسم البياني الإحداثيات السالبة للمحور الرأسي سالب 1 سالب 2 سالب 3 وسالب 4 النقطة 3.1 فاصل سالب 2 فاصل 3 أي هذه النقطة والنقطة 3.01 فاصل سالب 4.6 أي هذه النقطة في الأسفل هذا يعني أن منحنة دالة يشبه هذا الشكل هل يوجد أي خط مقارب رأسي لهذه الدالة؟ نعم يوجد خط مقارب رأسي لاحظوا أنه كلما اقتربت قيمة X من العدد 3 من الجهة اليمنى يقترب منحنة دالة من هذا الخط ويتجه إلى الأسفل وتقترب قيمة الدالة من اللا نهاية السالبة هذا يعني أن الخط المقارب الرأسي هو الخط عند X يساوي 3 وبهذا ينتهي الحل